اهلا بكم الى موجز اخبار الان وصل وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ووزيرة الدفاع فلورينس بارلي الى بغداد اليوم بهدف البحث مع الزعماء العراقيين الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي حيث اكد وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي ان المعركة ضد داعش مستمرة رغم الانتصارات التي تحققت حتى الان من جانبها قالت وزيرة الدفاع الفرنسية ان بلادها ستكون دائما الى جانب العراق في الحرب كما في السلم واضفت ان كل الجهود منصبة على معركة تلعفر في العراق اعلنت القيادة المركزية الامريكية عن تحطم طائرة مروحية عسكرية امريكية خلال تدريب قبالة السواحل اليمنية واوضح الجيش الامريكي انه تم انقاذ خمسة افراد كانوا على متن مروحية مضيفا ان عمليات البحث لا تزال مستمرة عن احد افراد طاقمها واصل الجيش اللبناني استعداده لشن الهجوم الاخير على مقاتل داعش في منطقة راسب علبك والقاع الحدودية مع سوريا حيث تشن القوات عملية منذ سبعة ايام ويتطلع الجيش للوصول لاخر مواقع الارهابيين الذين يحتلون 20 كم مربعا من اصل 120 كانت تحت احتلالهم قبل بدء العملية العسكرية السبت الماضي اعلنت الشرطة البريطانية انها اوقفت الرجل المسلح بسكين بعدما اصاب اثنين من افرادها بجروح طفيفة خارج قصر باكينغام بموجب قانون مكافحة الارهاب وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها ان محققي قيادة شرطة مكافحة الارهاب يحققون الان في الحادث الذي وقع بالقرب من قصر باكينغام مقر اقامة الملكة اليزابيث الثانية في لندن اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الطبيعية في تكساس في خطوة تتيح لهذه الولاية الجنوبية الاستفادة من امكانيات الحكومة الفيدرالية في مواجهة الاعصار هارفي الذي سيبدأ بعد ساعات باجتياح المنطقة الساحلية باسرها مهددا باغراقها بفيضانات كارثية اطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة السواحل الشرقية وقال الجيش الامريكي ان ثلاثة صواريخ اطلقتها كوريا الشمالية فشلت او سرعان منفجرت مشيرا الى انها لم تشكل تهديدا على جوام او امريكا الشمالية عقدت المسابقة السنوية التي تحمل اسم كأس العالم للسوشي في اليابان على هامش معرض المأكولات البحرية بطوكيو والتي تضم 15 دولة للحصول على لقب لوحة السوشي الاكثر ابداعا نهاية الموجز الى لقاء اشتركوا في القناة